النهاردة يوم 2 إبريل وهو اليوم اللي بيحتفل فيه العالم بيوم كتاب الطفل الحقيقة أن اليوم ده مهم جدا لأنه بيحتفي بأهمية القراءة والثقافة للأطفال وده من خلال الكتب بيعود تاريخي اليوم ده في إبريل عام 1967 وده كان بداية احتفال اليوم العالمي لكتاب الطفل وقتها بدأت كمان المنظمات الدولية إحياء اليوم ده تزامنا مع ذكرى ميلاد الكاتب الدنماركي هانز كريستمان أندرسون وده طبعا مشهور وصاحب القصص الشعيرة زي حرية البحر الصغير أو The Little Mermaid والبطأ القبيحة The Ugly Duck وهي قصص طبعا كل الأطفال عارفينها في كل أنحاء العالم لو تكلمنا عن هانز كريستمان أندرسون فهو شاعر وكاتب دنماركي اتولد في مثل اليوم ده سنة 1805 رحل في الرابع من أغسطس عام 1875 وبيعد واحد من أبرز كتاب الحكايات الخرافية وبيعتبر كمان هو شاعر الدنمارك الوطني رغم شهرته في مجال أدب الأطفال إلا أنه كان ليه إسهامات متعددة في فنون الكتابة الأخرى زي الرواية والشاعر وأنتج عشرات القصص خلال مسيرته واللي شكلت عقول الأطفال حول العالم تم ترجمة الأعمال دي لـ 150 لغة ومنها طبعاً اللغة العربية بالإضافة للأعمال اللي ذكرناها كمان قدم قصة عقلة الإصبع وملابس الإمبراطور الجديدة وبقاعة الكابريد وملكة الثالج وجندي الصفيح تكريماً لهذه المسيرة الهمة أهم جائزة لأدب الأطفال حول العالم تحمل اسم أندرسون وبيتم منحها للمؤلفين والرسامين كل عام بحضور ملكة الدنمارك ومن هنا جاءت أهمية اليوم العالمي لكتاب الطفل والفضل لتدشين هذا اليوم بيعود للمجلس الدولي لكتب الشباب وهي دي منظمة غير ربحية بتمثل شبكة دولية من الأشخاص حول العالم والملتزمين بجمع الكتب والأطفال معاً كمان الهدف من هذا اليوم هو خلق فرصة للتركيز وتصليط الدوق على أهمية كتب الأطفال في هذا اليوم العالمي وبيشارك كتاب الأطفال بتوجيه رسائلهم إلى العالم أجمع لتعديز الكتابة إلى الأطفال وتشجيع الأطفال على القراءة ومنح الأطفال كمان حول العالم فرصة للوصول إلى كتب ذات معايير أدبية وفنية عالية وتشجيع ونشر وتوزيع كتب الأطفال عالية الجودة خاصة في البلدان النمية وتقديم التدريب ليهم كمان وللأشخاص اللي بيتعاملوا معاهم وعشان يعلموهم أدب الأطفال وحماية حقوق الأطفال ودعمها وده وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلة فيكون جميل جداً النهاردة لو قدرنا إن احنا نشتري كتب مفيدة لأطفالنا في اليوم ده سواءً قصص أو حكايات أو كتب علمية حتى فيها معلومات مفيدة ليهم لأن الأطفال كده ممكن حبيبهم في القراءة والكتب منه هم صغيرين وهيكونوا أساس لمجتمع مثقف وواعي ومنفتح في كل المجالات اللي حاوله طبعاً يعني أندرسون كان أندرسون كان لي قصص كتيرة زي ملتو ومشهورة من زمان جداً زي The Little Mermaid وسنو وايت وأكيد قصص تانية كتيرة القصص دي إحنا لحد دلوقتي حتى فاكرينها ويمكن عشان قرناها وفاكرين الصور وفاكرين فلازم الأطفال يقروا ولازم يبقوا عندهم خلفية عن كيفية إن هم يمسكوا كتاب ويقروا وياخدوا معلومات منه بتشكل وجدانهم فعلاً ولما بيكبروا بيبقوا فاكرين القصص دي زي ما إحنا دلوقتي فاكرينها